رغم كل وسائل التمكين التي أتاحها الإطار التنسيقي لمحمد السوداني في حكومته إلا أنه لم ينجح في تجاوز عتبة الخلافات وحل الأزمات التي تثير صخب الشارع ولسيما الاقتصادية والاجتماعية حيث بدأت ملامح رحيل مبكر للسوداني تتبلور في المشهد السياسي وتشك أن تتضح هذه الملامح مع انطلاق الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات وما تحمله من خارطة تحالفات جديدة تعيد صياغة التيارات والكتل ومن ضمنها الإطار التنسيقي ولعل السوداني يعد أكثر رئيس حكومة منذ الاحتلال توفرت له الظروف لقيادة مرحلة إصلاح بحسب شعاراته التي أطلقها حيث شهد العراق وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط وكذلك وجود دعم إيراني للسوداني وعدم وجود ميليشيات معارضة له والأهم من ذلك أنه لاقى دعما أمريكيا ودوليا فضلا عن الدعم الإقليمي كل هذه العوامل لم تحل دون وصول السوداني على ما يبدو إلى طريق مسدود فلم يتمكن من إيجاد حلول لمشكلات العراق خصوصا الخدمية منها وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي بقي غير قابل للحل في ظل اعتماد العراق المستمر على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية وما تقوم به إيران من مساومات في هذا الملف بغية الحصول على أموالها من العراق أما عن معود مكافحة الفساد وكبح جماح التضخم فكانت حبرا على ورق مرت عدة أشهر ولم يتقدم السوداني خطوة واحدة تجاه حل حالة هذه الأزمات أسباب فشل حكومة السوداني لا تقتصر على طبيعته أو فريقه الحكومي بل تتعداه إلى طبيعة النظام السياسي في العراق الذي فصلت أمريكا عقب الغزو على مقاس أحزاب وتيارات وقوى سياسية يدين أغلبها بالولاء لدول خارجية وبحسب مراقبين فإن بذور التفكك والفشل في حكومة السوداني كامنة فيها فهي حكومة محاصصة وليست حكومة كفاءات وبالتالي فإن أي خلاف حول المصالح بين الأحزاب سيطيح بالحكومة كما حصل سابقا مع حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي ترجمة نانسي قنقر